لا بد له من السؤال عن النعيم الذي منى الله جل وعلا به عليه قال سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر ألهاكم يعني أشغلكم وذكرنا أن المراد هنا إما أن يكون استفهام بمعنى التوبيخ والتقريع لهؤلاء كأنه يقول ألهتكم هذه الدنيا والتكاثر بها عن حقيقة ما خلقكم الله لأجله وإما أن يكون المراد هو إخبار من الله جل وعلا عن حقيقة أولئك القوم الذين تكاثروا بالدنيا وبأموالها وبجاهها عن حقيقة ما خلقوا له